السيدات والسادة الحضور نبدأ كلمات اليوم بدعوة المهندس أحمد ماهر نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لشركة Skydive Affairs فليتفضل السيدات والسادة ديفونا الكرام ما زالت مصر قادرة على صناعة المعجزات عبقرية تحترف كتابة التاريخ حالة فريدة تعيد بها البلد بلد عايق إنتاج مدينتها القديمة من جديد العالمين نعم إنها العالمين الجديدة تتشرف شركة Skydive Affairs المنظمة لفعاليات مهرجان العالمين 2023 هذا المهرجان الذي ينطلق للعالمية تحت عنوان العالم عالمين أكبر احتفالية فنية رياضية ترفيهية يشهد الشرق الأوسط والمنطقة العربية وقريبا ستكون الأهم وحينما نقول الأهم فهذا حق الكبار فهم حينما يخطون خطواتهم لا بد أن تأتي بالأهم ننطلق من هنا من المدينة ذات التاريخ والتي صارت الآن مدينة المستقبل العالمين مدينة الجيل الرابع بامتياز ومن هنا ننطلق نحتفي بمدينة تم استغلال كل أحوذتها بحرها وهوائها شواطيها الممتدة حتى رمالها وأرضها كل أجوائها صارت تدج بالفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية مدينة تسبق نفسها وتسطر تاريخها الجديد كمدينة للسلام والمحبة يمتد مهرجانها هذا العام من يوم 13 يوليو وحتى 26 أغسطس بتوليفة غير مسبوقة من الفاعليات التي لم يجمعها حدث واحد من قبل ما بين نخبة من نجوم الفن العربي إلى نجوم العالم كله لا تتعجبوا فهذا حق أصيل للعالمين فأكثر من مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي سوف يجتمعون على أرضها معا بإذن الله فحينما نبدأ منافسات الكرة الشاطئية تذكروا أن العالمين تمتلك أكبر ممشى سياحي على البحر المتوسط وفي مجالها الجوي الممتد سنشهد منافسات القفز بالمضلات ثم عروض الطائرات وتشتعل منافسات السباق الثلاثي والبطولة العربية للجودو والإثارة مع بطولة مصر الدولية لسباق السيارات ومنافسات الدراجات المائية الجيتسكي والبادل تينيس وانطلاق عروض الأزياء لأول مرة على شاطئ المتوسط ثم نوصل الزخمة بمنافسة التجديف الساحلي وجولة الكرة الشاطئية العالمية وفي النهاية تتوج الفاعليات ولأول مرة بتوزيع جوائز العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة